تجندت جميع المصالح المعنية منذ مساء أمس الأربعاء لمواجهة آثار الفيضانات التي عرف إقليم تارودانت بسبب التساقطات المطرية الغزيرة والفيضانات والتي أدت إلى وفاة سبعة أشخاص بضوات تيزيرت جمعت إمينتيات دائرة إغرن فيما عطبر شخص واحد في عداد المفقودين وتم إنقاذ شخص آخر مصاب بجروح في هذا الإطار تم التعبئة كافة الوسائل البشرية من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال وأعوان السلطة والمنتخبين والمجتمع المدني واللوجيستية من آليات وصيارات الإسعاف بالإضافة إلى تسخير مروحية وطائرة من نوع ديفوندي وفرقة التأنيس التابعة للدرك الملكي لمواصلة البحث عن الشخص المفقود وتقديم الدعم للمواطنين بهدف التخفيف من تداعيات الفيضانات التي عرفتها المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر